يلا نشجع مصر مفيش أنسب من العنوان ده عشان أبدأ بي الحلقة النهاردة مع حضراتكم منتخبنا بعد أقل من ساعة بالتمام والكمال هيلعب مطش هام جدا هو مباراة ودية وذو طابع ودي ولكنها تأخذ الطابع الجدي بالنسبة للعيبي منتخب مصر ومباراة هامة جدا مفيش أهم من دعم منتخبنا دلوقتي مفيش أهم من تشجيع منتخبنا دلوقتي المنتخب اللي بنتمنى عودته مرة تانية لمنصات التتويج في أمم إفريقيا جيل محمد صلاح نجح أنه هو يتأهل لكأس العالم وصعد لنهائي أمم إفريقيا لكن التوفيق غاب عنه في آخر خطوة كلنا مش هنقدر ننسى دموع رجالة منتخب مصر بعد الإخفاق في مباراة النهائي وأنا عندي ثقة كبيرة جدا أن ربنا بإذن الله هيعود الجيل ده ببطولة وإن شاء الله التأهل لكأس العالم مرة تانية المباراة الودية اللي بيخدها منتخبنا عامة هي مباراة في غاية الأهمية لمستر وي فيتوريا حد يسألني إيه أهميتها أقوله أول حاجة بيحدد إيه احتياجات المنتخب قبل الدخول في مرحلة الجد ده رقم واحد رقم اتنين يقف على أنسب تشكيل يدخل بيه المعترق الإفريقي وأيضا تصفيات كأس العالم بإذن الله النهاردة عندنا ماتش ودي ولكن هو كمان في قرعة كأس الأمم الإفريقية عشرين تلاتة وعشرين في كودي فوار وطبعا لسه عندنا تصفيات إفريقية الموهلة للمونديال وكل دي ارتباطات هامة جدا للفرعنة في الفترة اللي جاية ارتباطات تخلي مستر وي فيتوريا يتمسك بكل معسكر يجهز كل لاعب عنده يقف على جهزية كل لاعب ويقف على كل صغيرة وكلك كبيرة داخل منتخبنا القومي في الوقت الحالي مفيش أهم من حاجة واحدة بس وهي منتخب مصر